وقعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وشركة حديد البحرين على اتفاقية تأجير مساحة إضافية تبلغ 360 ألف متر مربع بمدينة سلمان الصناعية بالحد وذلك لغرض أعمال توسعة عمليات الشركة في مملكة البحرين حيث ستساهم هذه المساحة الإضافية في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وذلك لتلبية الطلب المتزايد لمنتجات الشركة من كريات خامل حديد عالية الجودة والمستخدمة في إنتاج الصلب للأسواق الأقليمية والعالمية حيث وقعها من جانب الوزارة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل الوزارة وقام بالتوقيع عليها من جانب الشركة السيد بدر علي التميمي مدير عام الشؤون الإدارية بحضور عدد من المسؤولين من قبل الوزارة والشركة حيث تعتزم الشركة استثمار ما يقارب 15 مليون دينار بحريني خلال الأشهر المقبلة لتجهيز واستصلاح المساحة الإضافية وبالإضافة إلى ما يقارب 12 إلى 15 مليون دينار بحريني لتجهيز المعدات اللازمة لمناولة خامل حديد من أجل مضاعفة إنتاج من 1.8 مليون طن إلى 4 ملايين طن وفي هذا الصدد صرحت الأستاذة إيمان الدوسري وكيل الوزارة عن سعادتها بتوسعة شركة حديد البحرين أعمالها في المملكة والذي يعكس مدى ثقة الشركة في البيئة الاستثمارية بمملكة البحرين من خلال التوقيع على اتفاقية استئجار مساحة إضافية والتي ستسهم في تعزيز عمليات الشركة ورفع صادراتها وخلق فرص وظيفية حيث تعتبر شركة حديد البحرين شريك استراتيجي ومساهم فعال في الناتج المحلي للصناعات غير النفطية في المملكة وزارة الصناعة طبعا قدمت لنا الكثير من الدعم إجراءات اتخاذ الأرض الجديدة تطلب وقت كثير وتكاثف جهود وأيضا تعامل مع أكثر من جهة مو فقط في وزارة الصناعة فحتى الإخوان اللي بارك فيهم ساعدونا في التعامل مع الجهات الأخرى والحمد لله تكلل الموضوع بالنجاة المشروع مهم جدا للشركة حديد البحرين باعتبار الآن الساعة الانتاجية نحن نأمل أن نصل إلى 100% ساعة الانتاجية فنحتاج إلى مساحة أكبر خصوصا في منطقة الموارد ومنطقة المنتج النهائي وتحتاج طبعا لعمليات خلط فتحتاج مساحة كبيرة فالحمد لله إن شاء الله نأمل أن هذا المشروع يوصلنا إلى هدفنا وإن شاء الله نوصل يعني جدا مهم من المساحة التي اتخذناها الحين وإلا كان عندنا مشاكل كثيرة في إدارة العمليات في النهاية شكر كبير موصول للإخوان في وزارة الصناعة لكل فريق العمل من أكثر الخدمات التي تقوم فيها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة في القطاع الصناعي هو تيسير الحصول على القسائم الصناعية لتنمية قطاع الصناعة ككل توقيع الاتفاقية اليوم بالنسبة لنا اتفاقية استراتيجية بالذات مع شركة بحجم حديد البحرين اللي من خلالها سهلنا حصول هذه الشركة على القسيمة الصناعية اللي تقدر بحوالي 340 ألف متر مربع اللي من خلالها راح يقوم المصنع بزيادة طاقة الانتاجية لأكثر من أو بنسبة 100% عفوا وهذه طبعا راح يخلق فرص وظيفية نوعية للمواطنين وراح يزيد صادرات البحرين ومساهمة القطاع في ناتج المحلي الإجمالي من الضروري جدا أن نعمل على تنمية قطاع الصناعة تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص الصناعي للمستثمرين الصناعيين وحصولهم على كافة التسهيلات اللي تقدمها حكومة مملكة البحرين بلا شك طبعا راح يساعد في تنمية القطاع ككل فأحنا اليوم يمكن نحتاج نركز أكثر على هذا القطاع خاصة لإسهام الكبير في الناتج المحلي الإجمالي مثل ما ذكرت ترجمة نانسي قنقر